في غيمة بعيدة كانت قطرة الماء ندا تصول وتجول في سرور حين تناهى إلى مسمعها صوت عال هيا يا قطرات حان وقت الهطول ارتعدت وقالت هطول لا يمكنني في المكان جد عال اكملت القطرة الكبيرة لن تبقى قطرة واحدة في السماء هيا تشجعنا يا قطرات وقبل ان تجهش ندا بالبكاء شعرت بقطرة تمسك بها وتقول عاني قيني والناطل معا الامر جميل سنسبح في ماء النهر وننزلق على الوريقات الخضراء اغمضت ندا عينيها ثم هبا ووجدت نفسها في الاسفل لكن ليس في ماء النهر ولا على سطح وريقة تساءلت ندا اين نحن؟ طبعا لم يسمحها سامي الذي كان يجمع ماء المطر ليتذوق طعمه العذب انا خائفة لما المكان معتم هنا؟ سألت ندا اجابتها القطرة فرات لا ادري بالضبط لكن لا تخافي فانا معك ولن اتركك انزلقتا نحو البلعوم فالمريء فالمعدة وانسلتا بهدوء في وعاء دموي ثم حدث ما خشيته الصديقتان نداء عاجل حرارة جسم سامي ارتفعت قليلا وعلى بعض القطرات ان يتكاثفن ليرشحن عرقا عبر مسامي الجلد اطلق دماغ سامي هذا القرار فشعرت عندها فرات بقوة تجذبها الى جلد سامي فصرخت ندا لا تتركيني الى اين انت ذاهبة قالت فرات لاقيني مرة اخرى في الغيمة تساءلت ندا ولكن كيف هتفت فرات من بعيد بالتبخر بالتبخر ثم تلاشى صوتها تساءلت ندا تبخر؟ كيف اتبخر هنا؟ شعرت ندا بانها في متاهة راحت تلف وتدور مع الدم في جسم سامي حتى وصلت الى المثانة حاولت التبخر الا انها لم تستطع لابد ان اخرج من هنا راحت تخبط على جدار المثانة وتصيح اريد ان اخرج اريد ان اتبخر شعر عندها سامي برغبة في قضاء حاجته وفجأة وجدت نفسها في انبوب مظلم كريه للصرف الصحي أمي مع السؤال هذه الرائحة وفوق ذلك لا يمكنني التبخر في هذا المكان المغلق اريد ان اخرج اريد ان اتبخر ما هي الا دقائق حتى صارت ندا في حوض كبير مع الكثير من القطرات بعضها أتى من إحدى المستشفيات وبعضها الآخر من أحد المصانع كيف سألت قفرات بهذه الهيئة المتسخة؟ لم تعد ندا تفكر في التبخر صار كل همها التخلص من القضارة التي علقت بها دار الحوض في هن فانفلتت عن القطرات بعض القارورات وسقطت في قاع الحوض انتقلت القطرات إلى حوض آخر وما هي إلا ثوان حتى جاء عمال التعقيم وسكبوا بكثيريا ملتهمة للنفايات اي؟ لماذا تلعقينني؟ دعيني أريد أن أخرج من هنا صرقت ندا في وجه البكتيريا ها؟ إنه أشبه بالسحر كيف حصل هذا؟ لا وقت لدي قضيه في الأسئلة علي أن أتبخر لكن أين؟ أين؟ لمحت ندا نهرا قريبا فقالت ها؟ إنه أنسب مكان للتبخر سأحاول نسوب إليه بسرعة جاء العمال مرة أخرى وضخوا كل القطرات في تربة قريبة فتسربت عندها ندا بين حبيبات التربة واتجهت نحو النار أشعر بالبرودة وأسمع صوت عدير الماء بغضوح ها؟ وأخيرا خطوة واحدة تنتفصلني عن ماء النهر ها؟ ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ كان جذر نبتة دوار الشمس عدشان جدا وكانت ندا نظيفة عذبة وحتما ستروي ضماءه في هذا النهار الحار فابتلعها على الفور ها؟ إنه أخر يوما في حياتي هذا ما ظنته ندا لكن بعد بضع دقائق استيقظت ندا لتجد نفسها على سطح ورقة الزهرة الصفراء اللامعة نظرت إلى السماء فابتسمت وقالت ها؟ حان وقت التبخر تبخرت ندا فارتفعت رويدا رويدا نحو السماء كانت الغيمة كالعادة مزدحمة جدا بالقطرات وحاولت ندا إيجاد فرات فبحثت وبحثت وأخيرا ها هي الفرات تركض إليها من بعيد هيا يا قطرات حان وقت الهطول صحت القطرة الكبيرة فعانقت ندا صديقتها وقالت هيا لنا تلمان سنسبح في ماء النار وننزلق على الوريقات الخضراء ها 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 ها